موسيقى السلام عليكم نجدد اللقاء بكم أبناء طلبة الثاني العشر الأدبي والشرعي في درس جديد من دروس الرياضيات وهو بعنوان التكامل غير المحدود بعد الانتهاء من الدرس يتوقع أن تكون قادرا على أن التعرف إلى مفهوم التكامل غير المحدود إيجاد التكامل غير المحدود والتعرف إلى قواعد التكامل غير المحدود لنبدأ بأتذكر نرجع لها الاشتقاق لنكمل هذا الجدول إذا كان قاوف السين بساوي سين تربيع ماذا تساوي قاوف فتح السين؟ ساوي 2 سين إذا كان الاقتران سين تربيع زائد 5 ما مشتقط هذا الاقتران؟ 2 سين كما ما مشتقط الاقتران سين تربيع ناقص ثلاث أيضا 2 سين لأنه مشتقط الثابت صفر مع مشتقط 5 زائد سين تربيع صفر زائد 2 سين ويساوي 2 سين إذن من هذا الجدول باللاحظ إنه اقترانات مختلفة حصلنا على نفس المشتقة إذن ممكن إحنا كمان مرة لو أخذنا المشتقة نوجد ما هو الاقتران اللي كانت مشتقته مثلا سبعة إذا كان قاوف فتح السين سبعة قاوف السين شو ميساوي سبعة سين آخر ممكن واحد يقول سبعة سين زائد ثلاث ممكن يقول سبعة سين ناقص خمسي ممكن يقول سبعة سين ناقص مص إذن كمان اقتران مشتقته كلها نفس المشتقة خلينا من خلال هالمثالين أو من خلال التذكر الاثنين هذول نعرف تعريف جديد إذا كان قاوف السين اقتران مشتقته الأولى قاوف فتح السين اقتران مشتقته ما هو قاوف فتح السين فإن التكامل غير المحدود للاقتران قاوف فتح السين بالنسبة لسين يساوي قاوف السين زائد جيم وجيم هي ثابت تنتمي عدد إلى حا ويرمز لعملية التكامل بالرمز هذا رمز التكامل إذن بنلاحظ في هذه العملية من هذا التعريف إنه التكامل هو عكس الاشتقاق عند اقتران نوجد مشتقته إذا كانت المشتقة موجودة كيف بنوجد الاقتران عن طريق تعريف التكامل وبصورة عامة إذن بالرموز بنقول التكامل لقاوف فتح السين بيساوي قاوف السين زائد جيم التكامل للمشتقة بالنسبة لسين يساوي الاقتران بالنسبة لسين زائد أي عدد ثابت مثل جيم نبدأ بقواعد التكامل غير المحدود قاعدة رقم واحد زي ما بدينا في الاشتقاق بالقواعد بدنا نيجي للتكامل كمان ونشوف كيف بنوجد التكاملات عن طريق قواعد التكامل غير المحدود القاعدة رقم واحد التكامل لألف ذالسين يساوي ألف عدد ثابت ينتمي إلى حا إذن التكامل لأي عدد ثابت بالنسبة لسين يساوي ألف سين زائد جيم حيث ألف وجيم عددان حقيقية الاثنين ينتمي إلى حا مثال القاعدة أوجد تكامل لخمس دالسين شو التكامل لخمس دالسين خمس عدد ثابت إذن منحلها على القاعدة إذن تساوي خمس سين زائد جيم مثال اثنين التكامل لناقص ثلاث دالسين ناقص ثلاث ثابت شو التكامل للثابت حسب القاعدة ناقص ثلاث سين زائد جيم مثال ثلاث شو التكامل لنص دالعين لاحظوا هنا بالنسبة لمن؟ لعين تساوي النص عدد ثابت إذن نص والاقترار بالنسبة لعين إذن نص عين زائد جيم لاحظوا هنا من القاعدة الأولى التكامل للعدد الثابت دالسين يساوي العدد الثابت تسين زائد جيم ثابت التكامل ننتقل إلى القاعدة اثنين التكامل لسين قوة نون دالسين تساوي سين قوة نون زائد واحد على نون زائد واحد زائد جيم حيث نون و جيم عددان حقيان ونون لا تساوي ناقص واحد لأنه تخلي المقام صفر بصير الكمية غير معرفة مثال القاعدة أجد كلا من التكاملات الآتي واحد التكامل لسين تربيع دالسين نا وين نون هاي نون اثنين اذا حسب القاعدة بتساوي سين قوة اثنين زائد واحد نجمع للقوة واحد على اثنين زائد واحد زائد جيم و يساوي سين تربيع زائد عفوا سين اثنين زائد واحد سين تكعيب على ثلاث زائد جيم اذا التكامل لسين قوة ثلاث دال سين سين قوة أربعة على أربعة زائد جيم التكامل لسين قوة خمس دال سين سين قوة ستة على ستة زائد جيم سين قوة اطناعش دال سين سين قوة ثلاثة عشر على ثلاثة عشر زائد جيم مثال با التكامل سين قوة ناقص ثلاث دال سين لاحظ كمان مرة نون هي ناقص ثلاث إذن تكامل نفس الكلام سين قوة ناقص ثلاثي زائد واحد على ناقص ثلاثي زائد واحد زائد جيم ويساوي سين قوة ناقص ثلاثي زائد واحد سين قوة ناقص اثنين على ناقص اثنين زائد جيم وتساوي ناقص سين قوة ناقص 2 على 2 زائد جيم بس رفعنا الإشارة فوق للكتاب الرياضي الصحيح إذن سين قوة ناقص 5 لاحظها لما سين ناقص قوة ناقص 3 صارت في التكامل قوة ناقص 2 إذن سين قوة ناقص 5 تعطيني الجواب سين قوة ناقص 4 على ناقص 4 زائد جيم سين قوة ناقص 9 تكاملها سين قوة ناقص 8 على ناقص 8 زائد جيم لو كان عنده الأس كسر بساوي قبل من كامل هان وحنا خلينا نقول أنه لما عندنا كمان نون تنتمي لها سواء كان موجب أو سالب أو كسر بيختلفش علينا أي القاعد ما بتغير إذن هاي النص إذن سين قوة نص زائد واحد على نص زائد واحد زائد جيم ويساوي نص زائد واحد هي عبارة عن نص زائد الواحد هو عبارة عن 2 على 2 نص و 2 على 2 يساوي 3 على 2 إذن سين قوة 3 على 2 على 3 على 2 زائد جيم طبعا الكسر التحتاري لما بنرفعه فوق بنقلي بالكسر بصير عندنا 2 على 3 سين قوة 3 على 2 زائد جيم دال التكامل لجذر الثالث لسين تربيع دال سين إذن هاي الصورة صور الجذر بش موجود القاعدة بصور الجذر إذن أنا أبدأ أحول هاي الجذر إلى نظام القاعدة وتساوي إذن أول شيء أحولها قبل ما كاملها الساعة جذر هاي السين لما أبدأ أحول الجذر بحط 2 على 3 2 على 3 دال السين الآن أقدر أكاملها لأنها صارت قوة كسرية صارت كأنها قوة نون سين قوة 2 على 3 زائد 1 على 2 على 3 زائد 1 زائد جيم 2 على 3 زائد 1 ساوي 2 على 3 زائد الواحد هي 3 على 3 ويساوي الجواب 5 على 3 إذن تساوي سين قوة 5 على 3 على 5 على 3 زائد جيم وتساوي الكاسر كأنها قلنا من الملف عن فوق سين 3 على 5 سين قوة 5 على 3 زائد جيم نحاول لأصول الجذر ذي مكان من الأول يساوي 3 على 5 الجذر الثالث الثالث لسين قوة 5 زائد جيم إذن في هذه القاعدة أوجدنا تكامل سين مرفوع على أي قوة عدد حقيقي ما عدا طبعا الناقص 1 إذن هذول الأمثل الأربعة ركز فيهم بتعيدهم حتى تتعمق عندك مفهوم القاعدة قاعدة رقم 3 وهنا في قاعدة 3 بنحاول من خلال جمع اقتران تكامل جمع اقترانين وطرح اقترانين بجوز في هذه العملية توزيع التكامل على كل اقتران إذا كان قاعدة سين وهذا السين اقترانين قابلين للتكامل الاثنين بتكاملوا زي ما كملنا قبل شوي في القاعدة لقم 2 وقاعدة لقم 1 كان عنده تكامل لقاف زائد ها لسين دالسين هذول افتحنا آفاق شوي في حل التكاملات إذن هاي بتساوي تكامل لقاف السين لحال زائد التكامل لها سين لحال وفي حالة الطرح نفس الحاجة تكامل لقاف ناقص ها كل سين لدالسين ساوي التكامل لقاف في السين دالسين ناقص التكامل لها سين دالسين هنا كأننا بنقول هذا اقتران وهذا اقتران وبينهم شارج زائد إذن التكامل حسب القاعد لسين تربيع زائد سين دالسين حسب القاعدة يساوي التكامل لسين تربيع دالسين لحال زائد التكامل لسين دالسين لحال و يساوي تعال نشوف شو التكامل لسين تربيع نرجع للقاعدة لرقب اثنين هي سين قوة اثنين زائد واحد على اثنين زائد واحد زائد سين قوة واحد سين قوة واحد زائد واحد على واحد زائد واحد لأنها اصلها قوة واحد زائد الثابت جيم ويساوي سين تكعيب على ثلاث زائد سين تربيع الثنين زائد جيم إذن التكامل سين تربيع زائد سين هنا صار عندنا اقترانين فكناهم عن طريق القاعدة لقم ثلاث ساوي التكامل الأول زائد التكامل للثاني وأوجدنا قيمة التكاملات طلعت معنا سين تكعيب على ثلاث زائد سين تربيع الثنين زائد جيم نأخذ مثال آخر على الطرح إذن نعيد كمان القاعدة التكامل لسين قوة خمسة ناقص سين قوة ناقص اثنين دال السين شو بتساوي حسب القاعدة قبل شوي طرح التكامل لسين قوة خمسة دال سين ناقص التكامل لسين قوة ناقص اثنين دال السين ويساوي سين قوة خمسة شو تكاملها هاي هذا حسب القاعدة لقم اثنين سين قوة خمسة زائد واحد على خمسة زائد واحد ناقص شو تكامل سين قوة ناقص اثنين سين قوة ناقص اثنين ناقص زائد واحد عفوا على ناقص اثنين زائد واحد زائد الثابت جيم ويساوي سين قوة ستي على ستي ناقص سين قوة ناقص واحد على ناقص واحد زائد جيم وتساوي سين قوة ستي على ستي وعندنا ناقص واحد وناقص بصير زائد سين قوة ناقص واحد زائد جيم إذن كمان في حالة الطرح بنقدر نوزع التكامل على الأول زائد الثاني نروح على قاعدة رقم أربعة وهي قاعدة إذا كان عندنا عدد مضروف في اقتران كنا نكامله إذا كانت الاقتران قابلين قابلين للتكامل فإن التكامل لألف قابل سين دال سين بيساوي ألف في قابل سين دال سين على الصورة عدد مضروف في القاعدة رقم أثنين وهي سين تكعيب حسب القاعدة هاي فصرت لي يا هاي ساوي لاحظ كمان مرة العدد الثابت هو اللي بيطلع بره التكامل إذن هو اثنين في التكامل لسين تكعيب دال السين ويساوي اثنين فيه شو تكامل سين تكعيب سين قوة ثلاثي زائد واحد على ثلاثي زائد واحد زائد جيم ويساوي اثنين على ثلاثي زائد واحد أربعة سين قوة أربعة زائد جيم ويساوي ثلاثي على خمسي سين قوة أربعة زائد جيم ويساوي ثلاثي على خمسي سين قوة خمسي على خمسي زائد جيم ويساوي هل مضرب ضرب ثلاثي على خمسي بخمسي ثلاثي على خمس وعشرين سين قوة خمسي زائد جيم المثال ثلاثي لجدر اثنين لام قوة سبعة دال لام جدر اثنين تكامل لام قوة سبعة دال لام ويساوي جذر 2 في لام قوة 7 زائد 1 على 7 زائد 1 زائد جيم وتساوي جذر 2 في لام قوة 8 على 8 زائد جيم وتساوي جذر 2 على 8 لام قوة 8 زائد جيم لاحظت القاعدة إذا كان عندنا عدد ثابت لعدد ثابتها المتغير ما يتحركش العدد الثابت اللي ينتمي إلى حا ومضروب في حد بيقدر هذا العدد الثابت يطلع برا إشارة التكامل والكامل اللي جوه إشارة التكامل إذا كان صاد بتساوي الجذر 5 سين تربيع زائد 30 دالسين أجد دال صاد على دالسين نربط حالنا بالمشتقة صاد بتساوي التكامل لـ 5 سين تربيع زائد 30 دالسين ماذا تساوي دال صاد على دالسين إذن أول شيء بشوف صاد بتأكد شوي مشان أتأكد صاد شو بتساوي بيعرف أكامل هذا إذن التكامل صاد تساوي التكامل لـ 5 سين تربيع زائد 30 دالسين وتساوي التكامل لـ 5 سين تربيع دالسين زائد التكامل لـ 3 سين دالسين ويساوي حسب القاعدة 5 سين تربيع دالسين تكامل سين تربيع دالسين زائد 3 في التكامل لـ 10 دالسين استخدمنا أكثر من قاعدة أولاً جاء قاعدة التوزيع بعدين استخدمنا قاعدة إيجاد إخراج العدد الثابت خارج إشارة التكامل إذن أصبح يساوي الجواب 5 في سين قوة 2 زائد 1 على 2 زائد 1 زائد 3 في سين قوة 1 زائد 1 على 1 زائد 1 زائد جيم ويساوي 5 على 3 سين تكعيب زائد 3 على 2 سين تربيع زائد جيم اللي هي قيمة صاد إذن شو بتساوي بشتقيتها دالصاد على دالسين شو بتساوي 5 يعني مشتقى الخين 5 على 3 في 3 سين تربيع زائد 3 على 2 في 2 سين زائد الصفر اللي هي مشتقيت جيم 3 مع 3 و2 مع 2 إذن هذه تساوي المشتقى صارت 5 سين تربيع زائد 3 سين طلع على هاي وطلع على هاي في فرق بينهين إذن هذا من تعريف التكامل كما من تعريف عملية التكامل التكامل للقاف فتح السين هي نفسه قاف السين إذن التكامل لصاد فتح السين وكأننا منقول هذه صاد فتحة إذن التكامل لصاد فتحة دالسين هي نفسه مثلا صاد إذن أوجد دالصاد على دالسين دالصاد على دالسين اللي هي جوه إشارة التكامل وكأننا عندنا اقتران تكامل لخمسين تربيع زائد السين دالسين أو جد المشتقى يعطينا نفس الاغتران اللي داخل إشارة التكامل سؤال الأخير أجد ممكن يعطينا إياه بالصورة هاي أجد سين زائد ثلاثة لكل تربيع طبعا ما خذناش لأنه التكامل بتوزع في حالة الضرب أو القوس للقوة من يقدر نشتغل فيه إذن بنحوله لصورة ثاني تكامل لسين زائد ثلاث لكل تربيع دالسين ساوي التكامل لسين زائد ثلاث التربيع معناته سين زائد ثلاث دالسين ويساوي نضرب من ضرب الأول في الأول سين تربيع زائد الأول في الثاني ثلاثة سين زائد ثلاثة في السين ثلاثة سين زائد ثلاثة في الثنين ثلاثة عفوا يساوي 9 دال السين ونساوي حسب القاعدة جمع تكامل لسين تربيع دال السين زائد وممكن 30 و30 و60 تكامل لستي سين دال السين زائد تكامل لتسعة دال السين ونساوي سين تكعيب على ثلاث زائد ستي سين تربيع على اثنين زائد تسعة سين زائد جيم. إذن هاي اثنين واحد على اثنين ثلاث. إذن سين تكعيب على ثلاث زائد ثلاث سين تربيع زائد تسعة سين زائد جيم. التكامل ل قوس تربيع. قوس تكعيب لحد الآن. بقول الأول في الثاني في الثالث. أول شيء بضربه. بعدين بوجد تكامله. لأنه لحد الآن ما أخذنا قاعدة بتحل هاي النوع من التكاملات مش رحين أظن نتعرض لها في مادة الثاني عشر الأدب. في نهاية هذا الموقف التعليمي. عزيزي الطالب عليك أن تقوم بحل هذه المهمة التعليمية لكي تتأكد من فهمك لهذه القواعد اللي مرت في هذا الموقف. أجد تكاملات التالية. تكامل لباي دال عين. تكامل لسبع سين تكعيب ناقص 2 عسين تربيع زائد واحد دال سين. تكامل لثنين صاد ناقص خمسة في صاد زائد ثلاث دال الصاد. أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومع السلام. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة